ما زلنا أن نتبع عملية تصويت المصريين في الخارج من دول المختلفة وهذه المرة من الكويت الأستاذ أحمد روبي عبدالعظيم رئيس الجالية المصرية بدولة الكويت أستاذ أحمد ضعني في صورة المشهد الانتخابي وكيف تسير عمليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الكويت المشاركة في حد ذاتها والنزول إلى صندوق الاقتصاد هي الرسالة التي ينبغي أن تكون سواء في الداخل المصري أو في الخارج في هذا العرس الديمقراطي والإدلاء بعمليات التصويت أيما كان الصوت لأي من المرشحين لكن كيف يشكل هذا الصوت لأمانة رسم السياسات داخل الدولة المصرية لاستدباب الاستقرار في الداخل المصري وكيف يمارس المصريون هذا الحق الدستوري لهم أستاذ أحمد هل من الممكن تغيير وضع الهاتف حتى نستطيع سماعك بوضوح؟ أستاذ أحمد رغبي ألو تفضلي أعرفني أعقل حضرتك المصريين كلهم نزلين النهاردة من الصبح وطوابية وقفة أمان مقارن تلحبين العائلات وزول إحداليات الخاصة والشباب وكبار السن نعم أشكرك على أي حال وأعتذر عن عدم استدباب الصوت بالشكل الأمثل من المصدر من الكويت الأستاذ أحمد روبي عبد العظيم رئيس الجالية المصرية أشكرا جزيلا شكرا